والحقيقة يمكن الآلي هو بيستفيد من الدروس في أي مشاركة بيشاركها لما شارك في دورة الأبطال وحصل اللي حصل كان النهاردة أو مبارح فيه خطابين مهمين جداً للنادي الآلي بيخرجوا من النهاردة واحد للجنة الأولمبية المصرية عشان يقول لها ضرورة تفعيل الاهتمام بحرية تبادل المعلومات مع المؤسسات الرياضية وده عطفاً على اللي حصل مع اتحاد الكرة لما النادي الآلي بيبعث له علشان يدي له الخطابات المتبادلة بين الاتحاد مع الاتحاد الأفريقي بشأن دور الأبطال المباراة النهائية أعد أربع تيام النادي الآلي مش عارف يأخذ هذه الخطابات من الاتحاد الملاصق ليه لأنه لجأ للوزير الشباب الرياضي عشان يتدخل يده الآلي صورة من الخطابات المتبادلة عشان يدعم موقفه القانوني في المحكمة الرياضية الدولية عشان كده النادي الآلي بعت للجنة الأولمبية لأنها المفروضة للمسؤولة عن الاتحادات الرياضية وعن تفعيل دورها وعن احترامها للمثاق الأولمبي اللي بيكفل حرية تداول المعلومات والمعلومات بين الاتحادات والمؤسسات الرياضية كمان الاهلي انطلاقا من اللي حصل في دور الأبطال وكل التفاصيل اللي حصلت في هذه المباراة النهائية بعت للاتحاد الأفريقي من منطلق مسؤولياته عن دوره في تطوير الكرة في قرته حرصا منه على أن بطولات القرة تكون دايما وأبدا في أفضل حال بعت الأهلي للاتحاد الأفريقي بخطاب موسع عن الرؤية اللي النادي بيطرحها من واقع ما حدث واختراحاته للي جاء يمكن أهمها أنه دور الأبطال يرجع في المباراة النهائية هو الكونفدرالية بنظام الزهاب ولياب بلاش مباراة واحدة لأن احنا مش أفريقي مش أوروبا وحال استمرار إقامة النهائي من مباراة واحدة الأهلي بيقترح أنه ضمانا للشفافية ومراعاة لكل معايير النزاهة والسلامة أنه تكون فيه لايحة ضابطة جدا وحاكمة للمباراة النهائية إذا أقيمت في مرة واحدة كمان إذا في دولة نظمت ما تاخدش تكرار نفس الحق إلا بعد خمس سنوات وقال الأهلي كمان في بيانه أنه ضرورة العمل على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من الأدوار الأولى لدور الأبطال باعتبار أنها بطولة مهمة ما ينتجب أن الفار يظهر فقط في المباراة النهائية لأنه فيه حقوق تضيع وكمان بينهي الأهلي خطابه للكاف بدراسة قيمة المكافئات للكاف بيرصدها للفرق الفايزة في دور الأبطال لأنه شاف أنها بطولة كبيرة الأندية بتتكبد فيها كل التكاليف الكبيرة على مدار أدوارها لعبة بتصاب سفريات كتيرة رحلات مدربين الكلفة أكبر بكتير جدا من قيمة الجائزة اللي بتمنح للبطل دي كانت مقترحات الأهلي للاتحاد الأفريقي كل مقترحات منطقية نتمنى ياخدها بعين الاعتبار لأن دي قيمة بطولاتك برضو الاتحاد الأفريقي دي قيمة البطولات بتاعتك يعني ما ينفعش الجائزة تبقى يعني أقل من يعني 3-4 مليون دولار يعني ما ينفعش يعني يعني على رأيي النادي الأهلي ده لو اتنين لعبوا تعوروا بعقدهم بتكاليفهم أعلى من الجائزة لو خدته ده كان كلام مهم جدا في خطاب الأهلي للكاف وأيضا خطابه لللجنة الأولمبية